موسيقى مشاهدينا دكتور رعد معنا بستوديو صباح الخير مجور كيفك مرسيل غصن مشاهدينا أي دكتور رعد اللي هي الشخصية بمسرحياته مرسيل أنت سربت من الأسماء اللي بيعملوا مسرح بلبنان عملت اوديو فيزيول بالـ USG عملت مسترز في سينيما بس المسرح كان عطول له أهمية عندك عملت تكتب في لبنان برات لبنان وبدأت تكتب وتقدم مسرحيات سنة 2013 قدم لنا بسي مثل الطبيب النفساني بسي وبيلعب بها المسرحية دور دكتور رعد هلأ بعد نجاحي اللي صار رح ترجع تقدم مسرحية تانية كمان اسمه بسي ولكن تغير الوضع مزبوط والدكتور رعد لأنها أول واحد التي نجحت كتير عند العالم وحبت كبير هالشخصيها للدكتور رعد كيف قلّفتها انا ولعبتها على المسرح فحبيت إعجاب كثيرا اخترع قصة جديدة مع عالم جديد جين يتعالجوا عنده للدكتور ونكتشف مواقف جديدة وستوائسياتك بيدحكوا عن جديد فليس ليس لك حبت أرجع أكتب أكتب بس الكتابة هي إمبروفيزيشن كلوقت يعني كانت عبكتبها دورين التمرين التمثيل وهو الأساس يعني نتطورها مش انه كاتب سكريبت ودجا يلا ما هتنا بلش نعمل وصوه طورت الكتابة معي تطور يعني خلال التمرين ومع التعاطل مع التعاطل ما بتلعب لوحدك في غير ممثلين حدبتك اوكي دكتور رعد اي قال شخصية الطبيب طبيب نفساني بمستشفى انتو بمستشفى لا انا بالعيادة عندي بعيادة اي عندي تينو كرم اللي عبيلعب دور الكابتان كارلوس اوكي وعندي لارا رين بكون مرته فبيجوا لعندي طي يتعالجوا طي يلاقوا حال بيناتهم طي يقدروا يرجعوا يعني عموا بعض عن جديد عندهم مشكلة مشكلة زوجية اي مزبوط فوعنا كمانا شخصية بتلعبه جمال فياد هي شخصية ام في اداني ابنه فالدكتور رعد عبي يخبس كتير بالادوية فعطيها كتير ادوية وكل ما عبطيها دواء عبي تعالي حساسيات فهاكت شي انو تلتقى بابنه بالآكر يعني بس مش اقول لا لحظة خبرتنا الاخر لا لا اوكي مرسيل اول شي المسرحية باللبنانة فرضو اصوري في كم كاعدة كمانا نسيت اولا بس اوكي المسرحية باللبنانة يعني بيطلع كم كلمة من هون ومن هون بس اجمالا باللغة العربية هل قريب من الفودفيل الفرنسي من ناحية انو في عندك مسرح ناس بتفوت ناس تظهر وقشة بتضحك لانو المسرحية بتضحك وفيه كاركترات عم تتعطى معهم هي عفات كتير قريبة من الفودفيل لانو ريتم سريع والفوتات والظهرات كتير سريعين وهي دا بيخلي المشاهد دايما عب يتشوقت يعرف شو عب يصير وبيضلوا هيك على وعي على كل المشاهد القوية يعني واخر فترة كتا عب جارب قدمة فيه شيل المشاهد اللي معقول تكون بطيقة ومعقول تاخد كتير وقت فحبت كتير بهالفرسون عب عملها انو اخلق نوع من ديناميك كتير كبيرة على المسرح ونخلق متل متل هيك يعني قصص كتير بتضحك قدمة فيه جارة بس ما تكون مجانية تكون إلا إعلاقة بالقصة وبالشخصيات اللي مركبة لكن بسير رح يكون معروض بمسرح بيريت بالجامعة باليو اس جي ببيروت من أربع نيسان لسبعة وعشرين نيسان ولكن انتو رح تلعبوا خميس جمعة ثبت أحد أربعة يام بالأسبوع مظبوط لكن خميس جمعة ثبت أحد ساعة ثمينة ونصف بمسرح بيريت بطاقات طبعا على المسرح ولكن موجودة كمان يبغي أنتوان كمان يبغي أنتوان خلينا نحضر سوى السبات اللي حضرتوا لهذه المسرحية جبتلك مرتة تتصحاها وهيدا اللي اتدلع معاك لا 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 أكلناها هيدا اللي يكون سعب يلعب بعقله الغريز إنه ليس كبير الشيب دكتور إنه موشن في موشن فلتيني يا ارنوب خليني عدة بسي كارلوس تريب مسرحية لمرسال غسن وين؟ على مسرح البيريت يسوعية طريق الشام ايه وعين؟ من الخميس للاحد كل شهر نيسان والتيكت لبغيري أنتوان يا رطيف اوه كل المعلومات بهذا السبات السريع لكن نحن بعيادتك عم تستقبل هالمريدين شو الحالات يلي يعني شو بافرود يصير شو بده يصير به الشخصيات شو مشاكلها كيف يتعطى معهم دكتور رعد حلو انو دكتور رعد بتعطى معهم بالتعصيب وجبان هو وانو بتعرف كابتن كارلوس هو شخصية فيولانت يعني عنده فرد وعب يهدد العيادة عنيف عنيف كتير وعب يهدد العيادة وعب يهدد دكتور رعد فهيك المواقف يعني بتضحك لانو يعني عب يلعب البسيكياتر مش دوره البروفيسونال كبسيكياتر يعني هو اذا بدك كلون بيزو ما وبدو يعمل حاله هو بروفيسونال ومخصه بكل شي بالهالشكل يعني منو الطبيب نفسين شرعي شرعي عمية بالمية فهيدي الشخصية كيف عب يلعبه انو عندو كل اللير زيك جبان وبيخاف ومنفس الوقت الايجو دبعه كتير عالي ومحب يفرجه تام العالم هو بيفهم بكل شي هو الطبيب النمبر وان بالعالم وهو مخصه بشي مش فاهمين شي فهيك هادي هادي يعني شوية الكاريكاتور اذا بدك بالشخصيات كتير كتير واضحة على المسرح عندك مثلا كابتان كارلوس اللي بيمثل اذا بدك الماتشو القوى فبيزيده بلاعبه تينو كمان بطريقة كتير حلوة لارا زوجته تينو لارا زوجته تينو فهي اول شي بتلعب الدور ال النوسان تقولوا بيس دكتور ساعدني شوي فاخر شي حلو بالشخصيات نكتشف الدوب الفاس دابعهم بالاخر يعني الوج الحقيقي اذا بدك بيقلو بالماسك منشوف وشو رح نكتشف ايخ شي انو كلكم مجانين هو اي مظبوط كلنا مجانين بس نكتشف بعض اكتر من هيك نكتشف الحقيقة بعض اكتر لما قلتلي كابتان كارلوس انا فكرت ما بعرف كابتان اسطيارجي هلأ من التابع مشوفت لأ كابتان بجيش ما بعرف هو زبدك هو كابتان البحر بجيش مظبوط بس اسطول البحر يعني هو ال اي فعلا كيف كيف بيكون الدكتور رعد هل عنده شخصية سبيسيال يعني اليوم اذا مارسيل بدوا يعمل جملة من جمل هل حكيم المجنون كيف صوته كيف شخصيته كيف بيحكي دكتور رعد في شوي العب لك انو هون اقاموا لشاراتي ديجا هيك اخلاتيك عب تحكي مع دكتور رعد ما فيك تيجي تحط بسرعة لكن عنده اي شي بيوجه بيوجه اي عنده هاتيك هيك و عنده تطليع انو عب يطلع عليك بس انو عب جانب يفهم عب فكر بشي تاني بحبها الشخصية بحبها الشخصية انا عب بتسلع انو عب بلعب في بها الشخصية كتير انا عب بتسلع المسرح وتكون عب قدي هيك شخصية انا في فترة كمانة عب بحضر بتعرف تعملوا الشارش مشان الشخصية عب بخلق كل هاتيكات هل في شي ممثل مثلا او فيلم كان متل ريفرانس للك او دورن عمل شوي كلاسيكة كلاسيكة حسيت انو هيدا كاركتير كتير رعب بطلع على فلمة داني دي لويس اوه تشوفه مثلا بفيلم اوه كيف يطلع بحضر فشوي اوه اوه كيف يطلع بحكي وبيعمل فهيكا شوي احبت اخد اعمر شارش عليه شوي نحن رح ناخد بريك سريع ورح نرجع نكمل حديثنا بس خليق استفيد قبل من نفوت بالبريك قلت انو بدك تعمل نوع سلسلة من بسي انو لوين فيك توصل معه فيك تفوت يعني بالنتيجة عندك العيادة وعندك الحكيم المجنون ويعني في تسعمية الف نوع حدا ممكن يقطع بها العيادة هيدا الانترسنك انو فيك تعمل رشاش عكذا مرض امراض نفسية يعني وكل مرض تخصص له حالة هيك بتضحك يعني لحلقة معي اللي حلو انو بنهاية هيدا المسرحية انا دجاع ستعفكر بالتالتة لانو عرفت كيف تخلص هيدا وعرفت كيف التالتة اللي حتبلش فلا انو هيدا البروجيك عبعده كله انا مبسوط فيه وعبلاقي في كتير اقدر اخترع على كل حلقة شخصيات يمكن جداد مواقف جداد واساس بتتطور بعض اكتر كله معقول يمكن على كل حال عم نشوف من الصور البوسترات اللي عم تباين المسرحية انو فيه كاركترات او شخصيات معمولة بشكل حلو كتير مرسومين رسم يعني من التياب للاتيتود للتسريحة الشعر لالكبتن للزوجة بسي كارلوس تريب لكن اذا اذكركم المشاهدين من 4 نيسان ل 27 نيسان خميس جمعة ثبت واحد بمسرح بريت ثمانية ونوص تيكتز موجودين وعلى الباب في غير مشاريع مرسل راح تعلم مسرح راح تفوت ببروجيتاني انا عباتي دجا بعت اكتنج ووركشوب اكيد لك كل واحد بحب يتسجل يعني فيه تلفل على رقمي اذا فيه اذا انت حابب تقول رقمك تقول رقمك 0-3-1-3-7-0-8-6 بس ما تستغرب اذا الناس بلاش التلفل لك فانحنا انو منشجع قد يكون اذا فيه هيك متانسيال ناخد حدا لمسرحيه انا كمان كتير بحب اكتشف مواهب جديدة وتطلع كمان فرصة حلوة واماة تبقى مسرح لبنان وين عبت حسن؟ اما يكون فيه اشياء جديدة اشياء عبت حسن فيه كتير كبال حلو فيه نشاط كتير كبير انا انا مبسوط بهالحركة الكبيرة اكيد مرسي كتير للك شكرا لزيارتك شكرا على البروغرام الحلو كمان بريك مشاهدينا منشوف شو راح يصير بالمطبخ خليكم معنا